أهلاً وسهلاً بحضراتكم. طبعاً إحنا بنتابع العملية العسكرية ما بين موجودة سوريا ما بيننا عفوا ما بين روسيا وأوكرانيا. وعندنا طبعاً يعني مصر كانت الحقيقة يعني أرسلت طائرات علشان الطلاب اللي موجودين والرعاية والإجاليات المصرية اللي موجودة في أوكرانيا. لكن كمان إحنا عندنا طلاب وطلاب طبعاً تعرضوا لمواقف كثيرة جداً منها أنه يعني الناس حتكمل إزاي مثلاً السنة الدراسية بتاعتها والموقف حيبقى عامل إزاي. أنت مش عارف الموقف حينتهي إمتى في أوكرانيا وهل حيقدروا بالسهولة الناس ترجع تاني. ده لسه حاجة غير معروفة تماماً. فطبعاً في عدد من الطلاب اللي كانوا بيدرسوا في أوكرانيا. فبالتالي الدولة هنا بتهتم جداً بكل مواطن وخاصة الطلاب علشان مستقبله. النهاردة الحقيقة مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجماعات الأوكرانية إلى الجماعات الخاصة والأهلية في مصر. وده هنا ده خبر مهم جداً أنه الطالب اللي جيه حيقدر يكمل يقدر يقدم في جامعة في مصر سواء جامعة يعني تابعة للدولة أو جامعة حكومية زي ما بنقول أو جامعات أهلية. وده تبقى للدوابط والشروط. في مجموعة من الدوابط والشروط اللي تمثلت في قبول وتحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجماعات الأوكرانية بالجماعات الخاصة والأهلية المصرية. وفقاً للتخصص المناظر يعني مثلاً لو أنت بتدرس طب فأنت ممكن تقدم في كلية الطب وكذا تقدم في كلية تجارة. وطبعاً ده للتخصص المناظر لهو الدار اللي بيدرسه الطالب في الخارج. على يعني ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة اللي هو بيتحاول لها الطالب في مصر. وأنه هو يقدر كمان يكمل العام الدراسي. الشروط بقى إيه بتقول إيه؟ تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجماعات الخاصة والأهلية. وطبعاً اجتياز مجموعة من المقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات. أهمها شهادة السنوية العامة. يعني أنت دلوقتي بتدرس فلازم هتحضر أنك تجيب شهادة السنوية العامة أو الشهادة المعادلة لها. ممكن تكون وقت سنوية عامة من أوكرانيا فهيبقى لها شهادة معادلة. وعلى الطالب أن يقدم شهادة السنوية العامة أو الشهادة المعادلة اللي بتثبت ذلك. طيب من بين الشروط كمان والدوابط حيتم الإعلان عن الأماكن الشغيرة في الجماعات الخاصة والأهلية. وفقاً للسعة الاستيعابية لكل جامعة. يعني ما هو إحنا برضو عندنا كل جامعة عندها أعداد معينة. فواضح أن الدولة هتهتم والجماعات هتعلن مثلاً كل كلية. أنا عندي من الساعة ده عدد من الأماكن ممكن يلتحقوا بيها أو يقدموا أوراقها. هيتم تحويل الطلاب طبعاً لتبقى لليل هذه الجماعات اللي فيها ساعة. وحيكون فيه كمان إجراء اختبار للطالب في المقرارات اللي درسها. زي مثلاً ندي مثلاً كده للطلاب الطب البشري والصيدلة. وده طبعاً كليات بنتكلم على كلية طب وصيدلة في جامعة القاهرة. طب سنين هندسة وهندسة عن شمس. كل ده طبعاً هيتم تحديد مستوى الدراسي للطالب. وده شيء مهم قوي. طبعاً فيه ناس هتقول كل الدوابط. لازم يكون فيه دوابط لأن انت برضو مش عارف اللي جيدة. هل هو فعلاً كان طالب. هل هو كان دارس. هل هو في كلية دي. وده مقرارات تحمي كمان طالب نفسه وتحمي كل الناس. ده اللي حيبقى موجود. في النهاية برضو انت كده تبقى متطمن أن الدولة يعني بتهتم بطلابها وتهتم بنسعها. والناس تحس كده أنه فيه يد العون بتمتد إليه.